السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله راح اليوم نتعلم نرسم زخرفة نباتية تابعونا وخلكم معنا اشتركوا في القناة نرسم بشكل مباشر باللون الأسود بإمكانكم أنتم تستخدموا قلم الرصاص كتخطيط ممكن بعدين ترسموا تلونوه باللون الأسود طبعا الرسم إن شاء الله هو ما هو معقد بكل إيدها خفيفة الشكلها خفيفة ترسم بشكل عشوائي طبعا ما في شيء مطقية فيه إن شاء الله مع الاستمرار بشكل عشوائي تلونوه نرسم بشكل عشوائي تجربوا وحاولوا ترسموا إن شاء الله بالأيام مع الاستمرار كل الأمر سهل بشكل عشوائي ترسموا القلم الرصاص ما تفضلت وممكن ترجع تخططوا بشكل عشوائي طبعا هذه الزخرفة نباتية نحن امكاننا طبعا إن شاء الله إنه ممكن نجيب لون وردي أو لون أحمر أو أي لون أنتم تحبوه اللون لماكن تزيين لا يمكن مشرط يكون أخضر أو أي لون تحبوا أنتم ناسبكم اللون مو بالشكل طبعا راح ألوه اللون هذا الوردي قريب الأحمر بشكل يومي إن شاء الله نحن نحاول أنه بشكل يومي يوم يومي أو يوم التاني إن شاء الله ننزل مقاطع تعليمية زخرفة أو مناظر طبيعية أو أي رسم بخص البعد التلافي طبعا هاي رسمات تعليمية سريعة نحاول أنه ما نختصر الفيديو حيث أنه ما يكون طويل نحن هيك من الزخرفة للنباتية إن شاء الله بالفيديو القادم نحاول أن نساوي شي جديد تعلموا فيه ولا تنسونا بالاشتراك ودعم القناة لكي نستمر إن شاء الله معاكم أخوكم نديم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته